اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان عمركم سمعته عن عضة كلب بكلفة صاحبها حكم قضائي او غرامة حتى مالية ده اللي حصل فعلا اصدرت محكمة استقناف القاهرة حكم فريد من نوعه بتغريم شخص 30 الف جنيه بسبب استغلاله لكلبه في مشاجرة وقالت المحكمة انها اصدرت هذا الحكم كتعويض نتيجة الضرر المادي والادبي اللي اتصاب المجني عليه امام اطفاله لان المشاجرة كانت امام اطفال المجني عليه طيب ايه تفاصيل الوقع الوقع في بدايتها اول ما حصلت وتم الابلاغ عنها طلب محامي المجني عليه الحصول على مبلغ 100 الف جنيه كتعويض ده اللي حصل للمجني عليه من اضرار ادبية ومادية وده لان المتهم استخدم كلبه واعتدع على المجني عليه امام اولاده ولكن المحكمة في البداية رفضت هذا الطلب ومع الاستقناف على الحكم اتحكم فيها غيابيا 6 شهور مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وعرض المتهم واعتحكم في المعارضة حضوريا قبول ورفض وتأييد وقد اصيب المدعي باضرار مادية وتمثلت في مصاريف العلاج والمتابعة الطبية ومصاريف الاقامة بالمستشفى وكذلك ما فاته من كسب نتيجة عطلته عن العمل واصيب كذلك باضرار ادبية حيث انه حدث التعدي عليه امام اولاده مما اصابوا بالرهبة والخوف والعجز بالاضافة لذلك حكمت المحكمة بتعويض 30 الف جنيه بسبب عضة الكلب وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها استندت لنصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني ان الاصل في المسألة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر اللي احدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي وبالفعل اثبت محامي المجني عليه ان مصاريف العلاج والمتابعة الطبية ومصاريف الاقامة بالمستشفى كلفت موكله 20 الف جنيه اما بالنسبة للضرر اللي لحق به المجني عليه بسبب التعدي عليه امام صغاره وقدرته المحكمة بتعويض بمبلغ 10 الاف جنيه وهو الحكم اللي بيعتبر فريد من نوعه وزي ما بنقول يعني نخلي بالنا لانه اي شخص عنده كلب ما يستخدمهوش في اي مشجرة طبعا ويبقى حريص جدا انه ما يضرش اي شخص ماشي في الشارع او في اي مكان موجود معه يعني الكلب لو هو بياخده معاه في اي مكان دي كانت تغطيتنا الخاصة ونشكر حضراتكم على متابعتنا كل متابعين متابعة تليفزيون يوم السابع وانتظرونا فيه تغطيات اخرى على مدار اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء